اشتركوا في القناة مبرح بالليل كنت مع الشباب بيبدأوا دايما متأخر في الشباب لكن كان عندنا وقت رائع مع بعض وقدتهم زي الحزازة ديت كل واحد وشاركت معاهم طريقة بسيطة ازاي تشارك بالانجيل مع الاخرين اذا تحب تاخد واحدة من دول وفي نبزة بالعربي معاها انت وخارج من الباب ممكن تحصل عليهم لكن مافيش كفاية لكل واحد فيكم لان الشباب كانوا عايزين اكتر واكتر لكن في شوية برة ممكن تحصل عليهم على الترابيزة وانت خارج على الشمال عجبكم الصندوق ده تحبوا الصندوق ده نص ونص تحب الصندوق ده بنحب الصندوق احنا احنا عايشين في صندوق البيت اللي احنا سكنين فيه وبنسوق صندوق وبناكل من سندي والاطفال بيلعبوا لعبة اسمها اكس باكس وبنعبد كمان في صندوق وعندنا مؤتمر زي كده في صندوق مبنى وفي يوم الايام هيحطونا في صندوق برضو تضحكوا عليه وبنحب الصندوق بتاعتنا كلموا معي ليه انا بحب الصندوق بتاعي اتكلموا معي العرب انجليزي ليه انا بحب الصندوق بتاعي انا شاعر بالامان هنا انا شاعر براحة هنا ده مكان الراحة بتاعي واحنا دايما بنحب النطاق الراحة بتاعنا بنحب يسوع المسيح لما يبقى فيه الار كونديشن ومرحب بكم للحلم المصري وده الحلم الامريكي وده الحلم البريطاني لكن مرحب بكم واهلا بكم للحلم المصري الحلم المصري انك تحصل على صندوق بيت وتملى البيت دوت باحدث حاجة واحلى حاجة وتربي طفلين يبقى كل واحد منهم عنده الصندوق بتاعه وده طريقة التفكير اذا انا حصلت على الصندوق بتاعي ام لا باهم واحدث حاجات ولو اتملى بحاجات احدث واعظم حاجات اجيب صندوق اكبر او صندوق تاني وده طريقة التفكير اذا انا عندي كل ده وابقى انا جوه الصندوق بتاعي واربط نفسي كده حواليني في الصندوق دوت بالضمانات دي ممكن احط حاجات للامان والحفاظ علي وانا في الصندوق وأحط نفسي كده مربوط بالتأمين ساعتها اعيش حياة مفهاش مخطرة ولو انا عيشت حياة مفهاش مخطرة فابقى انا كده ما عنديش قلق وساعتها هابقى مبسوط وده الحلم المصري وده الحلم الامريكي ان تكون انت في الصندوق بتاعك وتربط نفسك كده بالضمانات وتعيش حياة بلا مخاطرة وساعتها هابقى ما عنديش قلق وساعتها هابقى مبسوط مبسوطين مبسوطين اعجبكم الصندوق بتاعكم المشكلة هي ان كل ما الصندوق بتاعك بيكبر الكل ما قالك بيزيد كل ما يبقى عندك حاجات اعظم واحدث كل ما تعلي الصور بتاع بيتك والصندوق دوت عشان الناس ما تسرقش منك فبدل ما تبقى مبسوط ازاي انا احافظ على كل ده مع بعضه وانا سفرت حوالين العالم لمئات البلاد وبدور على اسعد ناس واسعد ناس مش موجودين هنا عارفين هما فين الناس اسعد ناس موجودين فيه اللي خرجوا من الصندوق والله عايزك انك تخرج خارج الصندوق بتاعك بص كده الجارك اللي جنبك وقوله اخرج برا الصندوق بتاعك دلوقتي قولي اللي جنبك اخرج برا الصندوق بتاعك turn around to somebody else behind you and say step out of your box بص اللي وراك واللي وراك وقولها اخرج برا الصندوق بتاعك اشترك نعم اشترك راح اشترك اشترك رامف رامف اشترك ده اللي اتفقنا عليه يسوع حكى قصة احنا عارفين القصة كويس القصة عن السيد وثلاث عبيد او خدام في متة خمسة وعشرين وانا هنادي على الثلاث خدام والعبيد هنسميهم سام وديك وأحمد تام وديك وأحمد وانا أحمد أحمد صلوا لأجلي أنا أحمد أنا أحمد أنا أحمد قولوا أهلا يا أحمد لا هذا كان ضعيف أوي قولوا أهلا بك يا أحمد شكرا أهلا مبسوط أني أكون معاكم يا سيد أنت رايح رحلة بعيدة هترجع امتة مش عارف لسه لو بعتلي رسالة تكست ميسج كده وانت جاي راجع يبقى كويس انت بتدي تم خمس وزنات ومدي ديك وزنتين وانت مديني أنا وزنة واحدة أنا مش عارف ليه بداني أنا وزنة واحدة إدده له هو خمسة وإدد ديك تو اتنين وأحمد واحدة بس ليه أنا خمسة نيم السيد معرفناش ليه هو بيعمل كده أو بيعمل كده ليه آه يا سيد انت عايزنا ان احنا نستثمر ده في المملكة للمملكة الملكوت مش لنا احنا لكن للملكوت آه حاضر آه يا سيد انت مسافر آه بقى بعث لي رسالة وانت راجع لو سمحني هبقى مستعد يا توم انت بقى يمشي مع السلامة خلي بالك يا توم انت لو استثمرت الخمسة بتوع كلهم ممكن يضيعوا كلهم والسيد مش هيبقى مفسوط منك يا ديك انت عندك اتنين بس يمكن تستثمر واحدة منهم في المملكة وخلي واحدة ليك لان الايام صعبة ما تعرفش اللي هيحصل باي يا توم باي ديك فين السيد هاعملي ممكن لو استثمروا فلوسهم الفلوس كلها ضيع والسيد مش هيبقى مفسوط لو ضيعوا الفلوس كلها وانا عادي واحدة بس انا عارف انا هاعملي احمد زكي احمد زكي احمد زكي احمد زكي احمد زكي انا هخلي الوزن دي في امان محدش يلمسها وهحط عيني على الوزن بتاعتي وهخليها في امان لغة ما سيدي يرجع هل انت كده انت بتعمل ايه بالمواهب والوزنات اللي ربنا ادها لك يمكن انت عندك خمس وزنات او عندك اتنين او انت عامل زي انا احمد عندي وزنة واحدة بتعمل ايه باللي السيد اعطاه لك وقد السيد لكل واحد مننا على اقل وزنة حتى لو واحدة بس ولا واحد فيكم هنا يقدر يقول ان السيد ما تدنيش ولا حاجة يمكن عندك موهبة التنظيم او موهبة التعليم او موهبة الكرازة او موهبة كرم الضيافة او انك تقدم متعطي من اموالك او انك تقدم مشهورة بتعمل ايه بالوزنات المواهب اللي رب ادها لك بتعمل ايه بالفلوس اللي ربنا ادها لك لان الفلوس كلها بتعطي بتعمل ايه بيها نحافظ عليها في امان عندي واحدة بس وازنة واحدة بتعمل ايه بالوزنات المواهب اللي رب ادها لك ما تزعلوش مني توم وديك دول ممكن لما يستثمروا فلوس وموزناتهم تضيع كلها يا ترى السيدة هيبقى مبسوط منهم وانا عندي وزنة واحدة انا عارف ان مش هحصل على حاجة ولا فوز بحاجة لكن انا مش عايز اضيع اللي معاي مش دي حاجة كويسة انا متأكد ان السيدة هيبقى مبسوط من كده انا شعر بتحسن انا شعر كويس السيد كويس وانا مبسوط وكويس كل حاجة تمام انا مش عارف امت السيدة هيرجع اتمنى انه يبعات لي رسالة قبل ما يجي انا عناية على الوزنة هي ما حدش هيلمسها انا شعر ان انا كويس هل انت كده هل انت كويس هل كل حاجة تمام هل السيد تمام بالنسبة له اللي بتعمله يا سيد انت رجعت انت مبعتليش في سالة يعني انت فجأة كده جيت هنا اه مبسوط اشوفك اه توم انت رجعت اه احنا عيلة حلوة وجميلة مبسوطين مع بعض ازايكم اهلا سيد مبسوط من توم اه الخمسة بتوعه جابه خمسة تاني انت حظة كويس كان ممكن يضيعوا كلهم منك انت هتبقى راجل كبير ومهم في المملكة السيد كمان مبسوط من ديك ده كمان ضعف اللي معاه 4 وزنات دلوقتي كان ممكن يضيعوا كلهم منك ممكن واحدة تضيعوا انا كان ممكن استثمر واحدة واخلي واحدة لكن انت استثمرت اللي اتنين مرة واحدة اه انت هتبقى شخص مهم جدا في المملكة اهلا يا سيد مبسوط اشوفك اهي يا سيد ممكن تعدها كلها كلها موجودة هنا يا سيد ما خلتش حد لمسها انا خلتها هنا في امان اهي يا سيد اهي كلها موجودة هنا انا هبقى اكيد مهمة في المملكة برضو لا سيد انت مش مبسوط سيد انت اديته خمسة وديته اتنين لديك وانا اديتني واحدة بس وانا كنت خايف يا سيد لانك انت قاسي وبتطلب مننا حاجات كتير وقلت لو انا ضعت مني الوزنة دي انت مش هتبقى مبسوط فخلتها في امان اهي انا من المهمين في المملكة ها يا سيد انت ابان عليك مش مبسوط انت زعلان مني انت بتقول ان دي طريقة سيئة جدا ان انا عيش بيها انه دي طريقة فضيعة ان انا عيش في امان كده وابقى كسول كده انت بتتوقع مني ان انا عمل حاجة وتقول ان انا ما عملتش ولا حاجة وبتقول ان كان ممكن استثمر دي في البنوك وكان ممكن تيجي فوايب منها يا سيد انا خليتها في امان ايه اللي هيحصل لو السيد جي دلوقتي وسألك انت عملت ايه انت حضرت مؤتمر واحد من الانبيع مين حضر مؤتمر على اقل واحد لانبيع مين حضر قبل كده مؤتمر واحد لانبيع اذا حضرت مؤتمرين ارفع ايدك مين حضر ثلاثة قبل كده اربعة ارفع ايدك تلتمية ربعمية مش هيسألك السيد انت حضرت كم مؤتمر لليانبيع هيسألك السيد انت حضرت كم مؤتمر لليانبيع باللي هو الدهولي واعظم كنز عملت ايه برسالة الانجيل بتاعتي استثمرت الرسالة دي في اخرين ولا خليتها لنفسك خلي الحكاية في امان مش عايز حد يلمس رسالة الانجيل بتاعتي احنا بنحب النهايات السعيدة للقصص لما ولادي الاتنين كانوا صغيرين زي ولادكم كانوا ييجوا يناموا على السرير ويقولوا لي بابا احكي لي قصة ويمكن سمعوا القصة عبلي كده وانتوا سمعتوا القصة دي عبلي كده ويحبوا الاطفال قصة يبقى فيها نهاية سعيدة القصة داية لها نهاية سعيدة لطوم وديك لكن مش لي انا والسيد قال خدوا الوزنة ادوا الوزنة داية لطوم اللي خاطر اكتر واحد لان دي افضل انها تكون معاه لانه هو هيستثمرها صحة للملكون واخد الشخص دا اللي قاعد في الصندوق بتاعه اللي عايز يعيش حياة سعيدة مفهاش مخطرة مفهاش قلق بس انه هو يحصل على المزيد من الاشياء الاحدث والاعظم وخرجوا برا الصندوق بتاعه وارموه للظلم الخارجية انت عايز الصندوق انا هديك صندوق اكبر اسمها جوهنم اشتركوا في القناة